وضع اقتصادي خانق معمول هند ميد الوضع الاقتصادي في مصر يا جماعة الوضع الصعوبة الوضع اقتصادي في مصر هند ميد صناعة يدوية مصنوع معمول مقصود دغط عليه غزة احترق والاقتصاد المصري يختنق مقصود عشان تقبل بهذه المخططات وهذه المؤامرات مقصود هذا الكلام مقصود لمن لا يعرف عليه ان يعرف ولمن لا يفهم عليه ان يفهم كل ما مرت به مصر خلال الفتر الماضية بعد كورونا وروسيا اوكرانيا والضغوط الموجودة في الغرب والجنوب والشرق الان والاقتصاد وسندوق اليد الدولي والبنك الدولي والتقارير اللي بتطلع على مصر والصحف الاجنبية والنظامات الحقية والكونجرس الامريكي والتحاد الاوروبي والبرنان الاوروبي كل هذه التقارير كانت معدة سلفا لمحاولة الضغط على الدولة المصرية للقبول باملاءات فيما يخص تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين الى سيناء وما زلت حتى الان بتعرض وابتضغط على مصر مقابل اسقاط الديون ومقابل تقديم اعتمادات مادية جديدة للدولة المصرية لازم ننتبه لازم ننتبه للضغوط وسط كل هذه الضغوط زي ما قلت مبارح انت زمان كنت بتخش حرب معاك وراك العرب كلهم بتخش الحرب ولا بتخش الصراع وراك قوة من القوى الدولية معاك للتحديد السوفيتي ضد امريكا معاك امريكا ضد روسيا معاك دولة لكن النهاردة اديك شايف الوضع اديك شايف الوضع لا تعيرني ولا عايرك الوضع قدامك اهو عالمك شوف مصر دولة قائمة باقية صلبة طولها متحملة كل اللي بيجي لها من كل الاتجاهات واقفة وبتحارب ارهابه وبتبني وبتفتح مشروعات لم يتوقف وعند ازمة وعندي 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 ورغم ذلك الناس اللي حواليك كل واحد عنده مصالح باختصار يعني كل واحد عنده مصالح كل واحد شاف نفسه كل واحد من حقشه فهو حر خلاص وزي ما قلت مبارح خلاصت حلقة مبارح القضايا الفلسطينية باتت يتيمة الاب والام ملهاش صاحب اشتركوا في القناة